اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي معانا النهاردة من جميع محافظات مصر نبص على الاول حد معانا النهاردة معانا روان شريف كمال محمود روان شريف كمال محمود رانيم شريف كمال محمود على فكرة هم توقم تقريبا توقم وانا بشكرهم معانا كمان في لوحة الشرف بسملة ابو دونيا طبعا بسملة ما قالتش المدرسة هي جاوبت على السؤال لكن ما قالتش مدرستها فين ولا محافظتها يا بيت الطلبة بعت لنا الاسم والمدرسة والمحافظة كمان معانا كمان بسملة اشرف اسماء احمد صديق معانا دول ناس ما بعتوش بعتوا الاسم بس الصلاح دي من مدرسة برصعيد اسماء عزة ايه الهادي طبعا بنشكر كل الطلبة اللي بعتونا لكن احنا ملاحظين حاجة ان كلهم بنات الشباب يشدوا حلهم معانا الشباب يشدوا حلهم معانا هي سنة وان شاء الله باذن الله تعدي على خير وتحقق حلمك نبتدي في درس النهاردة ان شاء الله في المراجعة بتاعتنا حضرنا مجموعة من الاسئلة وجميع الاسئلة اللي بنقولها اسئلة كتاب المدرسة حضرنا مجموعة كبيرة جدا هنساعدك في حلها ياريت نحضر زي ما بنعمل كل مرة الورقة والقلم هنشرح ببساطة مش عايزين حفظ عايزين نفهم عشان نقدر نحل الامتحان نبدأ مع بعض كده اول سؤال في حلقة النهاردة اول سؤال عندنا بيقول اكمل العبارات الاتية اكمل العبارات الاتية يكون تجديد ترخيص مزولة عمليات الحق المصريين للعمل بالداخل او الخارج قبل انتهاء مدة الترخيص بنقاط اشهر على الاقل طبعا الاجابة عندنا باربع اشهر على الاقل يعني الشركات اللي هتجدد الترخيص بتاعها لازم تجدد الترخيص على الاقل باربع شهور طيب الناس اللي نسعت حكاية التجديد وشركات الحق المصريين بالعمل بالداخل والخارج يعني الشركات دي مسؤولة عن تشغيل المصريين بالداخل والخارج طبعا الشركات دي عشان الدولة تضمن جدية الشركات دي عملت لها مدموعة من القواعد والشروط يعني اتفعت وقالت اللي عايز يعمل الشركة يشغل المصريين صراف الداخل او الخارج لازم يكون مجهز المقر بتاعه والمقر ده يكون دائم ومستقل ويكون كمان لا يقل عن 80 متر من ربع والتصريح اللي هياخده من الوزارة المختصة يكون واضح ومحطوط في مكان ظاهر طبعا هي بتعمل كل ده ليه عشان تاخد جميع الضمانات عشان الشركات دي اه ما تبقاش تنزل عقود ما اشكوك فيها طيب الشركة دي بقى لما تيجي ترخص هنقول موضوع بتاع الترخيص ده المفروض هي اول الترخيص بتدفع 5000 جنيه يعني لما تيجي ترخص الرسوم الواجب دفعها 5000 جنيه طيب دفعت الخمس تلاف جنيه هتاخد رخصة مدتها خمس سنوات يبقى تاني يا شباب مع بعض الترخيص بتفعله كام تمام 5000 جنيه طيب اللماجي الرخصة مدتها خمس سنوات طيب عايزة جدد الترخيص ده القانون قال ايه هيتجدد ب2500 جنيه هيتجدد بكام ب2500 جنيه بس بشرط ايه الشرط ده ان يكون التجديد قبل انتهاء الترخيص بربع شهور على الاقل عايز تجدد قبلها بخمسة بستة بسبعة براحتك لكن على الاقل اربع شهور ده لو ايجي اكمل طب لو ايجي رأي قانوني عشان نغطي النقطة دي خالص هيجي يقولك ايه قامت شركة او شركة تعمل في الحاق المصريين بالعمل بالداخل والخارج بتقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بسالة شهور اقوله هنا غير قانوني طب غير قانوني ليه يجب تقديم التجديد قبلها على الاقل بربع شهور يبقى النقطة دي مهمة جدا وبتتكرر على طول في الامتحانات طيب تعالوا مع بعض كده نشوف السؤال التاني بتاعنا النهار ده ايه السؤال التاني بيقول يحدد الاجر وفقا لعقد العمل نقط الاجر بيحقق وفقا لعقد العمل الفردي او اتفاقية العمل نقط اتفاقية العمل الجماعي او لائحة المنشأة فاذا لم يحدد بهذه الطرق استحق العامل اجر المثل هقول تاني الاجابة يحدد الاجر وفقا لعقد العمل نقط يبقى عقد العمل الايه الفردي او اتفاقية العمل نقط اتفاقية العمل الجماعي او لائحة المنشأة فاذا لم يحدد بهذه الطريقة استحق العامل اجر المثل نيجي نبص على السؤال اللي بعد كده الاجازة السنوية السؤال ده مهم جدا موجود عندنا في الاختبارات الموجودة في كتاب المدرسة نهتم بيها الاجازة السنوية تكون لمدة نقط يوما لمن قمضى في الخدمة نقط كاملة وتزداد الى نقط يوما متى قمضى العامل في الخدمة نقط سنوات لدى صاحب العمل قبل ما اقول الاجابة بصرعة كده مع بعض نفتكر موضوع الاجازات لانه موضوع مهم جدا الاجازات اللي احنا بنتكلم عليها في قانون العمل نخلي بالنا ان احنا بنتكلم هنا على العامل نتكلم على مين على العامل الخاضع لقانون العمل يعني ما بتكلمش على الشغال في القطاع العام اللي هو الموظف يعني او اللي الطالب الاجازة دي ما تخصهوش احنا خدنا كزا نوع من انواع الاجازة من اهم انواع الاجازات دي الاجازة السنوية وببساطة كده يا شباب هي اسمها الاجازة الايه السنوية يبقى اكيد هتتاخد كل سنة ودي حق من حقوق العامل طيب الاجازة دي بتتحسب على حسب ايه اه انا سمع الناس بتقول على حسب الخبرة في العمل رفع عليكم يعني ايه الخبرة يعني حسب ما انت اعدت في الشغل قد ايه هتاخد مدة الاجازة طيب بتتحسب ازاي القانون قال ايه بقى لو انت اعدت سنة كاملة يعني بداية كده اما تفكر تاخد الاجازة على الاقل تكون اعدتها ديه سنة كاملة هتبتدي تاخد اجازة سنوية مدتها اه واحد وعشرين يوم يبقى تاني لو انا قمضيت سنة لاقل من عشر سنوات اجازة السنوية كان واحد وعشرين يوم وتزداد الى طبع تزداد الى ايه النقطة التانية تزداد الى تلاتين يوم لمن قمضى ايه لمن قمضى اقصر من عشر سنوات خبرة طيب سؤال مهم جدا هنا هو انا لازم عشان اخد الاجازة ديه وسنوات الخبرة الخبرة دي تحتسبلي لازم اكون اعدت عند صاحب عمل واحد بص احنا في القطاع الخاص يعني لو واحد شغال في مصنع سهل جدا ان انا اتنقل من مصنع او شركة تانية طيب سنين الخبرة ديه بتروح كده لا من التزامات صاحب العمل ان انا لما سيب الشغل عنده ايا كان السبب وانا ماشي باخد شهادة خبرة شهادة الخبرة دي بتبقى سلاح معاي عشان لما اقدم في شغل تاني يبقى انا معاي سنوات الخبرة ديه يبقى انا لو انا كملت اكتر من عشر سنين عند اكتر من صاحب عمل يبقى انا كده عندي خبرة عدة العشر سنين من حق اخد اجازة تلاتين يوم لان القانون بيقول ايه لو انت اقل من عشر سنوات هتاخد واحد وعشرين بس شرط الواحد وعشرين يوم ان انت تكون اكملت سنة كاملة ده الشرط بتاعها طيب هتزداد الاجازة بقى لكام لتلاتين يوم بس تكون انضيت عشر سنوات فاقصر يبقى الاجازة السنوية لو انا كملت سنة الى اقل من عشر سنوات باخد واحد وعشرين يوم لو انا كملت العشر سنوات الخبرة بصرف النظر عن المكان اللي انا اشتغلت فيه وهقولك السؤال دلوقتي بتاع الكتاب بيقول ايه بتزداد الاجازة لتلاتين يوم النقطة دي بقى في الرأي القانوني في الكتاب في السؤال رقم سبعة وتلاتين او ستة وتلاتين بيقول ايه بيقول تنقل عامل تنقل عامل لدى اكثر من صاحب عمل حتى اكمل عشر سنوات خبرة يعني يا مستر يعني الراجل ده فضل يتنقل من المصنع ده للمصنع ده لحد ما كمل كام عشر سنوات خبرة وطالب من صاحب العمل الاخير اخير واحد اشتغل عنده اجازة مدتها تلاتين يوم برغم انه لم يعمل لديه سوى سنة واحدة يعني هو جاي له بخبرة معه عشر سنين واشتغل عنده سنة قال له انا اجازت تلاتين يوم بنقول له اه فعلا اجازتك تلاتين يوم لان انت اكملت سنوات الخبرة بتاعتك طيب في حد تاني بياخد الاجازة دي تلاتين يوم اه مين كل من تعدى سن الخمسين يعني يا مستر اي حد يلتحك بالعمل الخاص وسنه معدل خمسين سنة هياخد اجازة سنوية مدتها تلاتين يوم طيب افد انا مستر خط الاجازة دي سواء كانت واحد وعشرين يوم او تلاتين يوم والشغل بتاعي في مكان بعيد فالاجازة ممكن يضع منها يوم او يومين في الصفر وان انا رايح او جاي المكان ده برضو القانون منساش ده قال اي بقى قال عموما تزداد الاجازة تزداد يعني ايه يعني هنزود على الاجازة اللي انا هقوله ده تزداد الاجازة سبع ايام طب لي مين لكل من يعمل في المناطق النائية والخطرة كلمة النائية يعني ايه البعيدة اللي شغال في منطقة بعيدة القانون ما سابوش ولا نساه زود له على الاجازة السنوية سبع ايام يعني لو هو بياخد واحد وعشرين نزود عليها سبع لو هو بياخد تلاتين نزود عليها سبع بس مش لاي احد لمين لكل من يعمل في المناطق النائية او طبيعة العمل ذات خطورة طيب الاجازة دي مهمة جدا عشان كده القانون كمان قال ايه قال نقطة مهمة جدا وبتيجى على طول في الامتحانات اذا اكتشف صاحب العمل ان العامل يعمل اثناء الاجازة السنوية يعني ايه يعني العامل ده خد اجازة لمدة شهر اجازته السنوية راح اشتغل في مكان تاني لو صاحب العمل اكتشف الكلام ده القانون ادى الحق لصاحب العمل حرمانه من الاجر عن هذه الاجازة يعني كعقاب حد هيقول لي طب وهو صاحب العمل ماله لا ده ماله طبعا لان هو هو بتديله الاجازة والاجازة دي خلي بالك مدفوعة الاجر يعني ايه مستر مدفوعة الاجر يعني انت هتاخد الاجازة وكأنك شغال واتاخد الاجر عليها صاحب العمل بديه لك ليه عشان تستريح وتيجي تقدي الشغل اللي عليك لكن فرضا انت وحت مكان تاني افشيت سر من اسرار العمل او تمت اصابتك في العمل التاني طب مدفوعة طبعا كل ده غلط عشان كده الاجازة دي خلي بالك من الجملة اللي اقولها دي ويريد تكتب الاجازة السنوية لا يجوز العمل خلالها لا يجوز العمل ايه خلالها برضو عليكم يبقى نرجع تاني للجملة بتاعتنا بعد ما شرحنا كده تكون لمدة نقط يوما رفو عليكم واحد وعشرين يوم لمين لمن امضى في الخدمة نقط كاملة رفو سنة كاملة وتزداد الى نقط يوما تزداد الى تلاتين يوم لمين مطى امضى العامل في الخدمة عشر سنوات خد بالك بقى من الجملة دي لدى صاحب عمل او ايه او اقصر يعني مش شرط ان انا كن اكملت العشر سنوات خبرة اه عندي صاحب العمل ده انا سمح حد بقى بيقول ايه امال انت قبل كده قلتنا لازم في حاجة كده لازم نقعد عند صاحب العمل ده اه في افكرك بقى بالاجازة اللي احنا هنقولها دي في اجازة عندنا اسمها اجازة الحج وزيارة بيت المقدس الاجازة في الكتاب اسمها كده اجازة الحج وزيارة بيت المقدس طيب اجازة الحج دي مدتها قد ايه مدتها تلاتين يوم وعلى فكرة اجازة مدفوات الاج يعني من حق العامل ياخد اجازة مدتها تلاتين يوم لاداء فريدة الحج او زراد بيت المردس اسكان من الاخوة المسيحيين يبقى عندنا هنا كده الاجازة دي مدتها دي تلاتين يوم طب بتتاخد كم مرة يا مستر مرة واحدة طوال الخدمة تاني اجازة الحج مدتها تلاتين يوم يحصل عليها العامل مرة واحدة فقط طوال الخدمة اه طوال الخدمة حتى يقول لي طب ايفيد عايز يحج تاني احنا ما بنقولش ان هو ما يحجش تاني يحج تاني وتالت ورابع لكن القانون اداله مرة واحدة بس اجازة مدفوات الاج لكن ليه شرط مهم جدا ايه الشرط ده ان يكون امضى العامل خمس سنوات متصلة تاني ان يكون امضى العامل ادي ايه خمس سنوات متصلة هنا بقى ما تنفعش فيها الخبرة بمعنى ايه بمعنى ان انا عشان ابتدي اطلب اجازة الحج اللي مدتها تلاتين يوم لازم اكون اشتغلت عند صاحب العمل ده بس خمس سنين متصلة نوضح تاني يعني انا اشتغلت في منشأة تلات سنوات وسبتها ومشيت كده انا عندي خبرة تلات سنوات رحت اشتغلت في منشأة تانية عدت فيها سنتين كده على الخبرة بتاعتي اه خمس سنين لكن ما اقدرش اقول لصاحب العمل ده اديني اجازة حج ليه لانك القانون قال لازم يكون كملت عنده هو بس خمس سنوات عمل متصلة يبقى فيه فرق ما بين سنوات الخبرة وسنوات العمل المتصلة تعال ان بعض نشوف الاسئلة اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده عندنا بيقول للعامل 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 الذي امضى في خدمة صاحب العمل نقط سنوات متصلة للسائلين بروفو عليكم كام خمس سنوات متصلة الحق في اجازة باجر كامل لمدة كام تلاتين يوم لمدة اديه تلاتين يوم لاداء فريدة الحج او زيارة بيت المقدس يبقى اجازة الحج تاني مدتها تلاتين يوم يحصل عليها العامل مرة واحدة فقط طوال الخدمة وبشرط ان يكون قعد خمس سنوات متصلة فيه نقطة بقى مهمة جدا عايزين نوضحها هنا قبل ما نوضح النقطة دي هرجع مع بعض كده اجازة مهمة جدا اسمها اجازة الوضع طبعا القانون خاص النساء بمعاملة خاصة في تشريعاته يعني عمل اجازتين خاصين بالنساء اجازة اسمها اجازة الوضع واجازة تانية اسمها اجازة رعاية الطفل اللي هي اجازة بدون اجل طيب ايه اجازة الوضع دي اجازة الوضع تحصل عليها المرأة اللي هتوضع طفلها طيب اللي هي المرأة الحامل يعني ويه هتولد طيب الاجازة دي بقى بتتحسب ازاي او شروطها ايه او كلام عليها ايه القانون قال اجازة الوضع مدتها تسعين يوم خلي بالك اللي بتفرج عليها انا بتكلم على مين على العاملة اللي شغالة في القطاع الخاص اللي هي خضعة لقانون العمل اجازة عشان مختلفة في قانون الخدمة المدنية اللي يخص الموظفين احنا هنا بنتكلم على قانون العمل اجازة الوضع مدتها دي تسعين يوم او ثلاث شهور طب بتتخذ كم مرة بتتخذ مرتين فقط طوال الخدمة تاني اجازة مدتها تسعين يوم او ثلاث شهور بتتخذ كم مرة بتتخذ مرتين فقط طوال الخدمة يعني معنى كده ان هي ملزمة ان تخلف مرتين احنا القانون مهلش كده تخلف تلاتة تخلف زي ما هي عايزة تخلف لكن هي مهلهاش حق في الاجازة اللي مرتين فقط الا ايزة وهقولك الا ايزة ايه بقى بس نكمل يبقى مدتها مدة الاجازة تسعين يوم بتتاخد مرتين فقط طوال الخدمة شرطها ايه ان تكون امضة العاملة على الاقل عشر اشهر في العمل يعني ما تبدأش تطلب باجازة الوضع دي ان لما تكون اهدت على الاقل لكمشها عشر اشهر وفي نقطة بتتقررة على طول في الامتحانات لا يجوز لا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ 35 يوم التالية للوضع لا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ 35 يوم التالية للوضع طيب بالنسبة لاجازة الحج واجازة الوضع اجازة الحج مرة واحدة فقط طوال الخدمة اجازة الوضع مرتين طيب احنا اتكلمنا من شوية على الاجازة السنوية والاجازة السنوية ده رصيد بيتحوش لك بالعرب كده يعني افبد انا ليه تلاتين يوم السنة دي وما خدتهمش ممكن اخدهم السنة اللي بعدها مفيش مشكلة يبقى رصدك كده بقى ستين السنة اللي بعدها رصدك كده تسعين هي تسوى كل تلات سنوات اصد من الكلام ايه افبد انا عندي رصيد ستين اجازة يوم ستين اجازة ستين يوم اجازة سنوية وحبيت حج للمرة التانية ورصيد اجازاتي يسمح من حقي رصيدك الاجازات السنوية عامل زي الفلوس في البنك لما تحتاجها اخد منها المرأة اللي هي هترضع للمرة التالتة وعندها رصيد اجازات سنوية تاخد منه العاملة او العامل اللي عايز يحج وحج مرة قبل كده وملوش تاني لكن عنده رصيد يسمح ممكن عندي اجازات مردي وتخطيط النسبة ومرتبها ينزل ويتخصم منه وعند رصيد اجازات سنوية يسمح ان انا اخد منه يبقى رصيد الاجازات السنوية ده مسموح ان انا اتصرف فيه كما اشاء عايزة حج تاني ورصيده يسمح ينفع طب فهمنا بسؤال يعني لو جالنا سؤال كده وقال ايه طالب عامل اجازة للحج للمرة التانية خلال خمس سنوات لحد كده ما ينفعش علما بان رصيد اجازاته السنوية يسمح بذلك اقول له ايه قانوني او يجوز طالما رصيد الاجازات السنوية يسمح بذلك يبقى دي الاجازة اللي اتكلمنا عليها اجازة الوضع اما بقى الاجازة التانية اللي تخص المرأة اجازة اسمها اجازة رعاية الطفل ودي بينكسين كده يا شباب اجازة بدون اجر معليهاش اجر طيب الاجازة دي بقى ايه بنتكلم فيها على ايه اولا الاجازة دي مدتها دي ايه مدتها سنتين اللي اعمل الحق في اجازة في اجازة لرعاية طفلاء مدتها سنتين طيب بتحصل عليها العاملة كم مرة مرتين برضو يبقى الاجازة مدتها سنتين وتحصل عليها العاملة كم مرتين طيب الاجازة دي هل ممكن صاحب العمل يعترض عليها او يرفضها في حالة واحدة بس اذا كان عدد العاملين في المنشأة اقل من خمسين عامل او عاملة يعني ايه لو اصلا اقل من خمسين عامل يعني المنشأة صغيرة فالمنشأة صغيرة فالقالون سمح له قال له لو انت عندك اقل من خمسين من حقك ترفط الاجازة دي بس سؤالها ازاي بيجي في الامتحان بيجي كده ويا بيت انا عادي السؤال مرتين عشان الطلبة تجيب ورقة وقلم وتكتبه السؤال بيقول ايه رفض صاحب عمل اعطاء عاملة اجازة لرعاية طفلها ليه بحجة ان عدد العاملين لديها اربعين عامل السؤال تاني السؤال تاني رفض صاحب عمل اعطاء عاملة اجازة لرعاية طفلها بحجة ان عدد العاملين اربعين عامل هل من حقه اه والقانون اداله الحق في كده ليه هقوله هنا يجوز وقانوني طالما عدد المنشأة اقل من كام اقل من خمسين يبقى اجازة رعاية الطفل بنقول ايه تاني مدتها سنتين يعني العاملة لها الحق في مرة بتاخد سنتين ومرة تانية بتاخد سنتين يعني بتاخدها مرتين وقالنا ان صاحب العمل اه صاحب العمل ده ممكن يفرض الاجازة دي لو عدد العاملين اقل من كام برضو عليكم اقل من خمسين فيها نقطة مهمة جدا بقى والنقطة دي خلي بالك منها خلي بالك منها قوي ايه النقطة دي بقى تحسب اجازة رعاية الطفل اللي هي اجازة بدون اجر من مدة خدمة العاملة طب ازاي طب ما هو يا مستر ما هم سنتين بدون اجر يعني سنتين قاعدة في البيت اه هقولك الاجازة بدون اجر لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة تاني الاجازة بدون اجر لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة مش معنى ان هي اخد اجازة بدون اجر ان علاقتها بالمنشأة منقطعة لا العلاقة موجودة ليه بقى موجودة لان خلال السنتين دول صاحب العمل هيسدد اشتراكات التأمين عشان كده بنقول تحسب من مدتها مدة اشتراكة في التأمين اللي هتاخد عليه معاش السنتين برعاية الطفل دول يحسبهم يتحسبوا من مدة خدمتها يبقى خلي بالك من الجملة دي توجيه لها صح وغلط يقولك ايه اجازة رعاية الطفل تقطع الصلة بين العاملة والمنشأة اقوله الاجابة خطأ اجازة رعاية الطفل لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة من ضمن كمان الاجازات اللي احنا اخدناها وتعتبر اجازة مهمة جدا اجازة المخالطة ايه اجازة المخالطة دي اجازة المخالطة دي احدى انواع الاجازات المرضي طب احنا متعودين دايما اللي بياخد الاجازة المرضي الشخص المريض لا المرضي مش هياخدها المريض هما لا ياخدها مين هياخدها الشخص السليم ليه يا مستر القانون قال من حق طبيب التأمين الصحي او الكوميسيون الطبي اعطاء العامل اللي هو السليم يعني المخالط لمريض بمرض معدي يعني العامل ده سليم لكن مخالط مخالط يعني قاعد معاحد عنده مرض معدي اجازة مفتوحة ومدفعة الاجل ما لهاش مدة ولا لها تحديد كمان من ضمن الاجازات اللي خدناها اجازة دراسية اجازة دراسية يعني ده يا مستر بتاعتنا احنا هقولك لا مش بتاعتك انت امال بتاعت مين بتاعت الطالب او الطالبة اللي بيشتغل وفي نفس الوقت بيدرس تاني واحد مثلا شغال في مصنع سين اوساط او شغال في شركة سين اوساط وبيتعلم بيدرس القانون ما حرموش من اداء الامتحان قال له لا ده انت اتروح الامتحان وهنديك اجازة كمان والاجازة دي مالها مدفوعة الاجب ومش هنحددلك لها مدة بس بشرط واحد بس تبلغ صاحب العمل قبلها على الاقل بخمستاشر يوم يعني قبل امتحاناتك قبل الدراسة بتاعتك والامتحان بتاعك قدم طلب بعلم الوصول لصاحب العمل وقول له لو سمحتنا عندي امتحانات بس بشرط ان الطلب ده يكون قبلها بقى ديه بخمستاشر يوم على الاقل ليه بقى؟ عشان لو انت ما قدمتوش قبلها بخمستاشر يوم يعني قدمتو قبلها بعشرة ايام وهو رفض هيبقى حقه وقانون انه هو يرفض تعال نشوف مع بعض كمان السؤال اللي بعد كده بنتكلم على ايه؟ السؤال اللي بعد كده بنقول اذكر الرأي القانوني في المواقف الاتية طبعا ده سؤال اساسي عندنا في امتحان قانوني العمل اذكر الرأي القانوني افكرك وافكرك تاني الاجابة بتاعتنا بتبقى يا ام اقول قانوني او غير قانوني او يجوز او لا يجوز وفي الحالتين لازم اقول السبب بيقول بقى ايه؟ التحقت عاملة باحدى شركات القطاع الخاص في 2009 في شهر 3 يوم 15 يعني العاملة دي اتوظفت في مكان يوم 15 شهر 3 2009 ووضعت مولودها في 15 9 2009 يعني ايه؟ يعني هي تعينت يوم 15 شهر 3 وولدت يوم 15 شهر 9 في نفس السنة فرفض صاحب العمل منحها اجازة وضع هل اللي عمله صاحب العمل ده قانوني ولا غير قانوني طيب تعالا كده بقى مع بعض نفهم السؤال كويس السؤال بيقول ايه؟ عاملة التحقت باحدة المنشآت الخاصة بيفكرك ان احنا بنتكلم على القطاع الخاص الخاضع لقانون العمل العاملة دي اتحقت يوم 15 3 2009 يعني اتوظفت او تعينت يوم 15 3 ثم وضعت مولودة يوم 15 9 طيب الفرق كم شهر؟ برافو عليكم 6 شهور واحنا لسه قالين من شوية ايه؟ العاملة اللي هتاخد اجازة وضع فيها شرط ان تكون قمضت في العمل على الاقل كام؟ 10 اشهر فرجل ده رفض يحسب لها الاجازة اجازة وضع لو صاحب العمل هنقول له هنا قانوني حقه قانوني او يجوز طب ليه؟ لانها لم تكمل او لم تكمل العشر اشهر اللي اتفقنا عليهم الو الشرط بتاعنا يبقى هنا قانوني لانها لم تنضي في العمل سوى 6 اشهر فقط او قانوني لانها لم تنضي في العمل على الاقل 10 اشهر السؤال موجود فيه كتاب المدرسة في الاختبارات تعال ما نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل تشغيل ثلاثة معوقين بحجة ان عدد العاملين لديه 40 عامل تاني رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل تشغيل ثلاثة معوقين بحجة ان عدد العاملين لديه 40 عامل برضو شباب زي ما تعودنا قبل ما نجاوب على السؤال هنفكر بعض كده بالدرس ده لان درس مهم جدا ولا يخلو امتحان قانون العمل من سؤال على درس المعوق طيب الدولة اهتمت بالمعوق اهتمام كبير جدا اه ادت حقوق للمعوق بس قبل ما نقول حقوق هو مين المعوق اصلا او زول قدرات المعوق هو كل شخص كل شخص اصبح غير قادر على العمل او نقصت قدرته على العمل او ممارسة عمل اخر بسبب ايه بسبب عجز منذ الولادة يبقى القانون حدد ان الاعاقى لازم تكون منذ الولادة عيب خلقي اتولد به بقى ده معوق طيب هل المعوق ده لحقوق عن الاسوياء طبعا المعوق المؤهل ايه المقصود بالمعوق المؤهل المعوق القادر على العمل يعني فيه اعاطى لكن احنا بنأهله بنعمله قوانين عشان يقدر يندمج في المجتمع ويشتغل طيب ايه الحقوق بتاعة المعوق ديت اه اول حق ان هو يحصل على شهادة من اه الشؤول الاجتماعية او الزارة التأمينات القيد في مكتب العمل التابع ليه التابع لمنطقته يعني اه لكن في حاجتين مهمين جدا يعفى المعوق خلي بالك من النقطتين دول يعفى المعوق من الكشف الطبي ويعفى المعوق من الاختبارات يعني يا مستر يعني لو فيه كشف طبي هيتعامل عشان المعوق يتعين لا المعوق معفي منه طيب لو فيه اختبار هيتعامل مش شرط ان المعوق يكتاز الاختبار ده تعيينه هيجي لك مثلا السؤال يقول لك ايه رفض صاحب عمل تعيين معوق الا بعد اكتياز الاختبار كلمة اكتياز يعني النجاح في الاختبار اقول له اسف غير قانوني لان المعوق يعفى من الاختبارات ويعفى كمان من الكشف الطبي ده بالنسبة لحقوق المعوق طيب ايه الجهات الملتزمة بتشغيل المعوق عندنا تلات جهات ملتزمة بتشغيل المعوق مين الجهات ديت اول جهة الجهاز للدولة يعني الحكومة ملتزمة بتشغيل المعوق الموهل القطاع العام وقطاع الاعمال برضو الحكومة ملتزمة بيه تلت نقطة دللي تهمنا بقى اصحاب الاعمال القانون قال ايه اصحاب الاعمال الخاضعين لقانون العمل ويعمل لديهم خمسين عامل فاقصر ملزمين بتشغيل نسبة كام خمسة في المية تاني اصحاب الاعمال الخاضعين لقانون العمل ويعمل لديهم خمسين عامل فاقصر القانون الزمهم بتشغيل نسبة كام خمسة في المية افهم من كده لو هو عنده عدد اقل من خمسين ممكن ما يلتزمش بالنسبة اطلاقا ما يلتزمش وممكن ما يعينش حد بس في حالة واحدة لو عنده العدد اقل من كام رفع عليكم اقل من خمسين الحالة اللي قدامنا بتقول ايه بتقول ان فيه صاحب عمل رفض يشغل 3 معوقين بحجة ان عدد العاملين 40 عامل هنا بنقول له الموقف قانوني من حق صاحب العمل فعلا ليه مصطر لان العدد العدد هنا اقل من كام من خمسين والقانون قال انا فكرت بالجملة القانون بيقول ايه الزم قانون العمل اصحاب الاعمال الخاضعين لقانون العمل ويعمل لديهم 50 عامل فاقصر بتشغيل نسبة 5% خلاص يبقى القانون الزمه كده لكن لو ما عندوش 50 هو مش ملزم يشغل اي نسبة من المعوقين تعال نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده عامل راتبه الشهري 600 جنيه عامل راتبه الشهري 600 جنيه اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعند صرف اجره خصم صاحب العمل قيمة القرد تاني السؤال عامل راتبه الشهري 600 جنيه اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعنده صرف اجره خصم صاحب العمل قيمة القرد برضو السؤال موجود في الاختبارات لكن برضو زي ما تعودنا قبل ما نشرح او نجاوب على السؤال هنشرح الموضوع كله بتكلم على ايه الموضوع عندنا بيتكلم على القرد بيتكلم على القرد هل من حق العامل ان هو يطلب قرد من صاحب العمل اه من حقه طب هل من حق صاحب العمل يرفض يديه قرد اه برضو من حقه لكن احنا ما بنتكلمش على رفض احنا بنتكلم في حالة قبول صاحب العمل ان يدي العامل قرد القانون قال ايه بقى نركز بقى في الجزء ده القانون قال تاني القرد ده مسموح للعمل ان يطلب قرد من صاحب العمل وصاحب العمل ممكن يرفض لكن احنا بنتكلم على لو صاحب العمل قبل الكلام ده فالقانون بيقوله اول حاجة لازم يكون القرد قرد حسن قرد ايه حسن يعني ايه حسن يا مستر يعني بدون فوائد يبقى لازم القرد يكون قرد ايه حسن حسن يعني ايه بدون فوائد يعني ببساطة كده هاخد 1000 جنيه من صاحب العمل هردهم له 1000 جنيه هلهمش فوائد خالص يبقى ده اول حاجة طيب هيتخصموا ازاي من العامل اولا احنا نخصم من الاجرق مش من القرد بمعنى ايه لو انا هياخد 10.000 جنيه من صاحب العمل القانون حدد نسبة الخاصم قال لا يجوز اقتطاع اكثر من 10% من اين من اجر العامل لقاء القرد تاني القانون قال لا يجوز اقتطاع اكثر من 10% من اجر العامل مش من القرد اللي انا خدته من اجر العامل لقاء القرد يعني مقدار شخص من العامل اكثر من كام من 10% طيب بنقول بقى احنا العامل ده اه اجره 600 جنيه يعني بياخد في الشعر 600 جنيه اقتمد 60 جنيه من صاحب العمل خد منه 60 جنيه عند القرد ساعة القرد بقى تم خصم القرد بالكامل طب القرد كان كام كان 60 جنيه هل الكلام ده قانوني ولا غير قانوني طب تعالى مع بعض ده قبل ما نقول قانوني ولا غير قانوني احنا بنقول ايه لا يجوز خصم اكتر من كام من 10% من اين من اجر العامل طب اجر العامل كام 600 جنيه لو ضربنا 600 في 10 على 100 هيديني كام رفع عليكم هيديني 60 جنيه اللي هو خصمه مين صاحب العمل هل كده صاحب العمل خالف القانون او اطلاقا ليه طبق القانون القانون بيقول انه نخصم 10% من الاجر الراجل ما عملش حاجة جاب ال600 ضربهم في 10 على 100 خصم ال60 جنيه اللي هم اصلا كانوا اصل القرد يبقى في الموقف اللي زي ده بقوله ايه بقوله قانوني قانوني ليه لان نسبة الخصم هنا لا تتجاوز العشرة في المية يعني الراجل طبق القانون بالزبط لان القانون قال ان ما يقدر شخص ماكتر من كام من 10% وصاحب العمل نفذ القانون فعلا وخصم 10% من اجر العامل جزء بتاع الاجر ده مهم جدا 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 ونفكر كده مع بعض ان الاجر بتاع العامل ده احنا بنقول العامل يدبع صاحب العمل تبعية اقتصادية يعني يه تبعية اقتصادية يعني استقصار صاحب العمل بمجهود العامل تاني استقصار يعني استحواز صاحب العمل بمجهود العامل مقابل ايه مقابل الاجر هل الاجر ده مهم للعامل طبعا ده من شروط تطبيق قانون العمل ان يكون العمل مقجور يعني يكون باجر العامل بيعتمد اعتماد اساسي على الاجر اللي بياخده من صاحب العمل سواء كان الاجر ده في شكل يومي او اسبوعي او شهري عشان كده القانون افكرت بجزء مهم جدا عمل حاجة اسمها وسائل حماية الاجر وسائل حماية الايه الاجر ازاي احمي اجر العامل برضو تاني الاجر ده مهم جدا للعامل بيبقى العامل مستنى الاجر عشان مستنى المرتب يعني عشان يقدر يكمل المعيشة بتاعته عشان كده القانون اعمل ايه قال في مجموعة من الوسائل انا هعملها عشان احمي اجر العامل بيها من ضمنها ايه موقفين كده فاتقرب مع بعض فيهم اول حاجة بتقول اذا ذهب العامل الى مقر عمله في الوقت المحدد ولم يستطع مزولة عمله لسبب يرجع لصاحب العمل يستحق العامل الاجر كامل تاني اذا ذهب العامل الى محل عمله ولم يستطع مزولة عمله لسبب يرجع لصاحب العمل استحق العامل الاجر كامل ببساطة كده لو انا واحت الشغل في معادي وتلقيت المنشأة اللي انا بشتغل فيها مغلقة وغلق المنشأة السبب فيه صاحب العمل انا في الحالة دي القانون قال لي تستحق اجرك كامل الحالة التانية بتقول ايه اذا ذهب العامل الى محل عمله في الوقت المحدد وحالة بينه حالة بينه يعني فيه شئ منعه وحالة بينه وبين مزولة عمله سبب قهري سبب ايه قهري يعني ايه قهري خارج عن ارادة صاحب العمل يعني صاحب العمل ملوس زنب فيه الا يحصل يستحق العامل نصف الاجر يعني لو انا واحت الشغل الصبح في المعادل محدد وصاحب الشغل فتح المنشأة وما فيش اي مشاكل والنور اتقطع علينا النور لما اتقطع هنا ده سبب قهري خارج عن ارادة صاحب العمل لو النور اتقطع واحنا ما اشتغلناش العامل يستحق الاجر كامل اما بقى لو صاحب العمل مسددش النور وبناء عليه وبناء عليه طم قطع النور على المنشأة ديك بسبب صاحب العمل ساعتها القانون يقولك لا تستحق انت الاجر كامل يعني ببساطة لو السبب راجع لصاحب العمل العمل يستحق الاجر كامل اما اذا كان السبب قهري خارج عن ارادة صاحب العمل يستحق العامل نصر الاجر برضو من وسائل حماية الاجر اللي قلنا عليها العامل لازم ياخد اجره كامل يعني اجره كامل القانون قال يحظر على صاحب العمل ويحظر يعني ممنوع الزام العامل بشراء منتجات من الشركة باجره او جزء من اجره بمعنى ايه بمعنى ان انا شغال في مكان والمكان ده انا اجر فيه الف جنيه ايه ده صاحب العمل اداني اخر الشهر تمنمية جنيه يبقى انا كده فضل لي كامل متين قال لي اشتري بيهم منتجات من الشركة اقول له اسف القانون ما قالش كده القانون قال ايه يؤدى الاجر كامل ويحظر عليك يا صاحب العمل الزام العامل بشراء منتجات من الشركة سواء باجره كامل او بجزء من اجره طبعا احنا كل ده بنحمي ايه بنحمي اجر العامل كمان من ضمن وسائل اه حماية اجر العامل يؤدى الاجر بالعملة المتدولة كمان من وسائل حماية اجر العامل لا يجوز نقل العامل تاني لا يجوز نقل العامل من الاجر الشهري الى الاجر اليومي يعني انا شغال في مكان الاجر بتاع بالشهر لا يجوز ان صاحب العمل ينقني الى الاجر اليومي إلا إذا أنا اللي طلبت كده يعني بناء أنا على طلب كتابة مني ممكن صاحب العمل إن هو يحولني لكن هو يحولني من أجر شهري لأجر يومي القانون منع كده طبعا الأجر زي ما قلنا القانون عمله وسائل حماية كتير تعال مع بعض كده نشوف كمان السؤال اللي جاي السؤال بيقول برضو اسكر الرأي القانوني لمواجهة ضررات عمل غير عادية اضطر صاحب العمل لتشغيل العمال ليلا مقابل خمسين في المية بالإضافة إلى أجرهم الأصلي السؤال تاني لمواجهة ضررات عمل غير عادية اضطر صاحب عمل لتشغيل العمال ليلا مقابل خمسين في المية بالإضافة إلى أجرهم الأصلي برضو زي ما تعودنا مش هنقول النقطة كده بسهولة لا هنشرح النقطة كاملة في عندنا حاجات اسمها قواعد تنظيم العمل القواعد اللي بتحكم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل قانون قال ايه قانون قال حدد القانون عدد ساعات العمل الفعلية في اليوم للعامل حددها بكم ساعة بثمان ساعات يبقى العامل ملزم انه هو يشتغل ثمان ساعات مقابل الاجر اللي هو متفقين عليه يبقى عدد ساعات العمل الفعلية ثمان ساعات او تمانية واربعين ساعة في الاسبوع يعني لو طبيعة المنشأة تشتغل اكتر من كده في اليوم ما بيش مشكلة لكن ما يزيدش في الاسبوع عن تمانية واربعين يبقى لما يجينا سؤال الاكمل يقول عدد ساعات العمل الفعلية نقط في اليوم يبقى تمان ساعات في اليوم او تمانية واربعين ساعة في الاسبوع طيب يبقى القانون محدد التمان ساعات فرضا كده ان صاحب المنشاة عنده طلبية عايز يسلمها فمحتاج العمال يشتغلهم زيادة عن التمن ساعات الزيادة دي بنسميها ايه وقت اضافي اللي هو معروف عندنا بحاجة اسمها الاوفر تايم وطبع اللي شغالين في القطاع الخاص بيبقوا مبسوطين جدا من الاوفر تايم ده لان الاوفر تايم ده ممكن ساعات في بعض الاحوال بيكون اكتر من الاجر اللي هم بياخدوه طيب القانون قال بقى ايه لو هتشغل العمال وقت اضافي ايه اللي هيحصل اولا هو حدد القانون حدد حاجة مهمة جدا قال هتشغلهم بالنهار ولا هتشغلهم بالليل هي هتفرق قال له اطبعا هتفرق لو هتشغلهم بالنهار هتديهم 35% من اجرهم على كل ساعة يعني الساعة في الوقت الاضافي هتقف ب35% من اجره يعني ايه ببساطة كده لو انا اجر في اليوم مي جنيه واشتغلت ساعة بالنهار اخد على الساعة الواحدة دي 35 جنيه طيب وما لو اشتغلتها بالليل بقى لو اشتغلتها ليلا هاخد 70% من الاجر يبقى هنا القانون تفرق ما بين حالتين يأما هتشغلهم بالنهار يأما هتشغلهم بالليل لو هتشغلهم وقت اضافي بالنهار هتديهم كام 35% لو هتشغلهم بالليل هتديهم كام برفع عليكم 70% الموقف بقى بنقول عليه بنقول الطبع صاحب عمل الى تشغيل العمال ليلا ومنحهم اجر 50% 50% من الاجر الاصلي بقول له هنا ايه برفع عليكم هنا غير قانوني الاجر الاضافي الليلي 70% ساعات ممكن السؤال يجيب صيغة تانية يقول لي ايه الطبع صاحب عمل الى تشغيل العمال وقت اضافي نهاري ومنحهم 25% اقول له هنا غير قانوني برضو الوقت الاضافي النهاري كام برفع عليكم 35% يبقى نفرق ما بين حالتين لو هتشغلني وقت اضافي بالنهار اديني 35% وقت اضافي يعني ايه زيادة عن عدد ساعات العمل الاصلية اللي هي كام ساعة برفع عليكم ليها 8 ساعات اه من برضو من ضمن قواعد تنظيم العمل اللي هو العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل القانون حدد قال لكل عامل الحق فيه ساعة راحة ساعة راحة اللي احنا بنقولها في العمل المتداول الرست الساعة الراحة دي اه لا تحسب من عدد ساعات العمل تاني لا تحسب من عدد ساعات العمل انما تحسب من ساعات التواجد داخل العمل يعني الساعة دي معدد ساعات العمل 8 بياخد ساعة راحة يبقى انا كده اقعد في الشغل 9 ساعات الساعة الراحة دي لا تحسب من ساعات العمل انما تحسب من ساعات التواجد داخل العمل اه طبعا عندنا الاعمال الشقة برضو بيستحقوا ساعة راحة وخدنا نقطة مهمة جدا هناك اعمال تستمر دون فترات راحة يعني هنا العامل مش مش هياخد راحة لا هياخد بس الاعمال هي اللي بتستمر دون فترات راحة عندنا امثلة كتير على الاعمال اللي تستمر دون فترات راحة اه محطات الكهرباء المولدات اعمال دفن الموتى السينما والمصرح مصنع الادوية مصنع البلاستيك المخابز كل دي بتشتغل دون فترات راحة حد يقول لي طب ما انا ساعات بلاقي الفرن يقافل انا ما قلتش انهم هيش هيفل احنا بنقول ايه لما يشتغل مفيش راحة لان طبيعة الخامة اللي بيشتغل بيها تفرض انهم ما ياخدش راحة اللي بعد ما يخلص ايه الانتاج بتاعه عشان كده في عندنا نقطة مهمة جدا النقطة دي بيتقول ايه بالنسبة لتشغيل تشغيل النساء تشغيل النساء القانون قال لا يجوز تشغيل النساء ليلا من كام ليلا من سبعة مساء لسبعة مساء سبعة مساء لسبعة صباحا الوقت دا ما يفعش النساء تشتغل فيه الا اذا الا اذا كان هناك ظرف ظرف كهري خارج عن ارادة صاحب العمل بس ما يتقررش تاني من حق ان هو يشغل النساء ليلا النقطة دي مهمة جدا 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 طيب احنا اخدنا كده مجموعة من بعض الاسئلة اللي اه بتتكلم على المراجعة بسرعة كده افكرك نفكر مع بعض قانون العمل قانون العمل عندنا لما بنيجي نعرف قانون العمل بنقول قانون العمل مجموعة قواعد قانونية مجموعة قواعد ايه قانونية بتحكم العلاقة الناشئة او التي تولدت عند العامل وصاحب العمل بتحكم العلاقة بينهم سواء صاحب العمل ده كان شخص طبيعي او شخص اعتباري اذا توفر رابط التبعية اذا توفر رابط الايه التبعية قلنا العمل ينقسم الى نوعين العمل الانساني ينقسم الى نوعين عمل عام وعمل خاص تاني العمل الانساني ينقسم الى نوعين عمل عام وعمل خاص العمل العام هو العمل الذي يتم تحت سلطة من او تحت شخص من اشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات سيادة تاني العمل العام هو العمل الذي يتم تحت شخص من اشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات سيادة أما العمل الخاص هو العمل الذي يتم تحت شخص من أشخاص القانون الخاص وقلنا شروط تطبيق قانون العمل أن يكون العمل خاص أن يكون العمل مأجور أن يكون العمل تابع نهاردة احنا وجعنا جزء كبير جدا جميع الأسئلة اللي بنجيبها الأسئلة ديت من كتاب المدرسة سواء من الأسئلة على كل باب أو من الاختبارات بتاعة آخر الكتاب برضو زي ما تعودنا احنا بنسيب هنا الأسئلة الأسئلة اللي احنا ادناها النهاردة في الحلقة هتتبعدت لنا على القناة بتاعتنا أو على قناة اليوتيوب طبعا احنا كلنا هنا سواء في القناة هنا أو القناة على اليوتيوب كلنا في خدمتك السنة دي سنة فصلة في حياتك فيابت تركز فيها عشان تقدر تجيب المجموعة وتخش الكلية اللي انت بتحلم بيها نرجو النهاردة ان احنا نكون قدرنا نوصل لكم حاجة وفهمتهم وان شاء الله بإذن الله لالتقي في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته